مسحيون هاربون من داعش في العراق يصلون إلى فرنسا التي قابلت طلبات لجوء العشرات جانا خول يقال إن قاعات الانتظار في المطارات تحمل أكبر هموم البشر وأمانيهم في الوقت نفسه هذه المقولة تنطبق بشكل كبير على قاعة الانتظار في مطار إربيل حيث ينتظر 150 شخصا طائرة ستقلهم إلى فرنسا ليس بهدف السياحة أو العمل بل لبناء حياة جديدة لا يمكننا أن نثق بأحد لأن المسيحيين تعرضوا للخيانة أكثر من مرة لما أبقى هنا علي أن أبحث عن مستقبل جديد لي ولعائلتي على متن طائرة حملت كل ما تبقى لمسيحي العراق من ممتلكات في حقيبة صغيرة شعر بعض الركاب الحسرة وغسل بعض الآخر على مغادرة أرضه وكل ما بناه في حياته حتى الآن لكن حقيقة واحدة كانت موجعة ربما للبعض لكنها حقيقية للجميع لا مكان للمسيحيين في العراق بعد اليوم عند الهبوط في باريس التقى كل لاجئ بأقربائه في العاصمة الفرنسية كان شرط فرنسا لقبول طلبات الهجرة أن يكون للوافد إليها أحد الأقرباء فيها بما أن كثيرين لا يتقنون الفرنسية أو أصبحوا متقدمين في السن ما نفعله ليس فقط بديرة كريمة وأخلاقية بل هي شكل من أشكال دفاع عن النفس ما يحصل في العراق وسوريا لا يعني هاتين الدولتين فقط بل يعنينا ويعني العالم كله لا يتصور أحد من العراقيين القدامى أن يعود إلى أرضه يوما ما اعتبارا من اليوم أصبح وطنهم فرنسا